لقبولك الدعوة من إذا نبدأ النقاش في هذا الموضوع سيد الكريم نعرف جيدا بأن رئيس الجمهورية خاصة في فترة الأخيرة مع طرح لمسودة تعديل الدستور والتي جابت مختلف الولايات وتطرقت لها مختلف الفعاليات وأيضا التيارات والأحزاب السياسية بالدرجة الأولى والتي كان لها حصة الأسد فيما يخص مناقشة مسودة تعديل الدستور لا ترون أن رئيس الجمهورية الآن أعطى الأولوية للحزاب السياسية حتى تعود لمكانتها وتكون رائدة في صناعة القرار ورائدة في الحركية أيضا سياسية في الجزائر بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الدعوة أسمح لي أن تقدم بتحية لكل دور احتياجات الخاصة في يوم الوطني أتمنى لهم إن شاء الله تكفل سليم وصحيح من طرف السلطات حتى من المجتمع هذه الشريحة التي هي مهمة المسألة الثانية التي تكلمت عليها الدستور أولا الموضوع الدستور وتعديل الدستور في آفاق الانتخابات الرئاسية السابقة وفي ذل ما نعرفه من حراك ومحاربة الفساد ورؤوس الفساد في المحاكم وفيه آفاق في تجديد المشهد السياسي وتجديد العملية السياسية وأظن أن الدستور يؤسس يؤسس إلى فترة جديدة أو يعطي ديناميكية ديناميكية للحياة السياسية حتى الحياة الجمعوية هذا متوقف على طبيعة التعديلات إذا كانت تعديلات لا ترتقي إلى هذه الديناميكية أو لا تعطي الديناميكية كأننا نجد أنفسنا مهم تعديلات مخيبة للأمال أو تعديلات لا تصل إلى طموحات الساحة السياسية أو الساحة للمجتمع لأننا نظن قضية الدستور ليس قضية فقط الأحزاب للترقب حتى المجتمع لأن هناك آليات وهناك نظم وهناك منظومات تتمخذ عن هذا التعديل خاصة عندما رئيس جمهورية في رسالته نقوله رسالة الإطار كادر للجنة الخباراء لكي يقدموا مقترحات للمجتمع السياسي ومجتمع عامة أنه محدد ديناميكية ديناميكية المؤسسات في الفصل بين السلطات ديناميكية تقليص حكم الفرد في إعطاء العدلة مكانتها في إعطاء حرية الرأي والتعبير في إعطاء التوازن بين مختلف المؤسسات وهناك أشياء جديدة مثلا مقترحة نظن أن هذه التعديلات إذا كانت التزمت برسالة الإطار تاريس جمهورية وما تنتظر الأحزاب من فاعلية من خلال هذا التعديل نظن والنقاش الذي سيصحب بعد تحرير المسودة وإخراجها للرأي العام والرأي العام السياسي سنشهد حركية ديناميكية النقاش لتطوير وإثراء وتثبيت وتثمين وإلغاء ما هو في هذا التعديل يكون الدستور فعلا دستور مؤسسات ودستور صحح يصحح الأخطاء السابقة ويغلق نقاط الإحراج والفراغات التي كانت في الدستور السابق كانت هناك كثير من فراغات سببت لنا متاعب دستورية وسببت لنا إشكالات كثيرة في إدارة أي أزمة أي أزمة ساعة وصرنا نسير بفتاوى دستورية خاصة في الفترة وهذه من جملة أمر فتوى لدستورية ولما نحتاج إلى فتاوى نحتاج إلى أحكام ومن خلال الأحكام عامة وتخرج من هذه الأحكام منظومات منظومة الأحزاب حزبية حول قانون الأحزاب منظومة المجالس المنتخبة منظومة قانون الالتخابات ومنظومة أخرى لمجالس أخرى لكن الآن سابق لأوانو الحديث عنه ولكن نترقب نكون مع الديناميكية الموجودة تعالى الحراك وما أحدثه والأحراك والانتخابات الرئاسية والأفاق فضلا على ما نعيش من ظروف جد جد حارجة وصعبة من نهيار النفس والوباء الذي شكلتها ديد تعالمي فقه هذا صحيح تترك أيضا نقطة مهمة فيما يخص قضية الفصل بين السلطات أنها أصبحت نقطة مهمة لتعطي التوازن بين مختلف المؤسسات سنعود لهذه النقطة من الكرام الاستكمالي ما بقي لنا من ثالث موعدنا الإخبارية لنهار اليوم ونواصل النقاش الذي فتحناه قبل قليل مع الأستاذ سعيد عبد الرحمن القياد في حركة مجتمع السلم وساعات قبل لفراجع المسودة تعديل الدستور نحو جزائر جديدة بمؤسسات فاعلة وهي النقطة المهمة أيضا للأستاذ سعيد عبد الرحمن نحو جزائر جديدة بمؤسسات فاعلة نقطة مهمة أيضا أثرنا قبل المباشر قضية الفصل بين السلطات وتعطي التوازن بين مختلف أو أعطي التوازن بين مختلف المؤسسات قد ينبئ بجزائر جديدة وواضحة المعالم أيضا خاصة من ناحيتكم من ناحية الأهزاب السياسية صحيح والآن أنت تعرف أن الدستير دستير كان مرتكزات وكان هي مفاتيح الديمقراطية وهي صورة الصورة الفعلية للعملية الديمقراطية بعض النقال عملية الديمقراطية أيضا جوهر الممارسة السياسية بمعنى أن الدستور إذا كان عنده توجه لتكريس الديمقراطية أكثر ورسم معالمها وترسيمها في الحياة الناس هناك مفاتيح مفاتيح في المواد منها مدت الفصل بين السلطات أو التوازن بين السلطات بمعنى عدم التغول سلطة على سلطة وعدم وجود ميزوم اختلال اختلال المؤسسات بمعنى أن تكون المؤسسات الشرعية والمؤسسة التنفيذية والمؤسسة القضائية في توازن وعن بطيح الضبط الإيقاع على دولة الضبط إيقاع دولة الذي شاهدنا احنا في السابق حتى وإن كانت النصوص لكن غير غير دقيقة فيما يتعلق بخاصة مؤسسة التنفيذ اخذت من الصلاحيات ما غطى ما غطى أو ما أغفل أو ما أزاح أدوار الأخرى مثلاً نعطي برنامان جزيلي في السابق ولا مرة البرنامان مثلاً أسس للرقابة من رقبة من رقبة الحكومة أو رقبة التنفيذ أو شرع قوانين شرع ما تسبتش في البرنامان الجزيلي أنه شرع القوانين اللهم إلا قدم تعديلات في قوانين تقدمت من عندها لكن تشريع قانون مثلاً ولو تقدمت بعض الحساب منهم كتلة حركة من جزيلي تقدمنا بعض مشاريع قوانين لكن من تعتمد من طرف المكتب لم تعتمد إذن نستطيع نقول أن المجلس لم يشريع قول مثلاً مؤسسة قضائية أكبر شيء وعبر عنها وزير العدل وعبر عنها رئيس الجمهورية لما قال ما كاش الهاتف ما معنى الهاتف عدلة الهاتف يعني أن مؤسسة قضائية تحكم من بعيد أو يؤثر عليها من بعيد أو يضغط عليها من بعيد ثانياً ينكى في قضية التعيينات حجم المؤسسة التنفيذية داخل جهاز القضاء عندما يكون خاصة المجلس القضاء مش قضاء ونقاش عليه هل يتم بالتعيي وما حجم التنفيذ بهذا المجلس أم يتم بالانتخاب بين القوضات فيما بينهم ليشعروا بالاستقلالية أكثر إذن هذه المسائل سنراها نشوفها في هذه المسودة مدى ولكن هي مهمة أكدها رئيس الموري في رسالة الإطار نشوف الخبراء إذا ضمنوها بتعديلات تحققنا هذا التوازن نزيد النقاش المجتمع السياسي والمجتمع المدني في أدريطال يتكرس هذه المسائل نظن تكون نقطة اتفاق بين كل طبقة السياسية والطبقة المجتمع المدني أكيد ما هي رؤيتكم أنتم كحركة مجتمع السلم سيدي الكريم فيما يخص قضية العمل السياسي إذا تحدثنا العمل السياسي النشط وحتمية تفعيل دور الأحزاب في صناعة القرار في هذه الفترة بالنظر إلى الاعتمام الذي قدمه أيضا رئيس الجمهورية فيما يخص رؤية ونظرة الأحزاب السياسية لمسودة تعديل التستور أول شيء نحن في حركة المجتمع السلم كل ما تكون هناك فرصة أو ظروف أو معطيات تعالى إصلاح إلا هو نحن ندعم ونثمن ونساهم في الإصلاح لأن هذا هو دور مثلا إصلاح القوانين إصلاح النظم إصلاح المؤسسات إصلاح الانتخابات إصلاح التسيير العام للشأن العام إصلاح المجالس المنتخبة إذن تجدنا في هذا المصار مصار الإصلاح هذا هو واحد الأمر الثاني نريد أن نخلص الحياة السياسية من المال الفاسد وهذا نتفق مع رئيس جمهورية في هذه النقطة نتفق معه لأن نحن شفنا فصل المال عن السياسة ليس المال بالمفهوم المال لأن العامريسية تحتاج إلى مال الانتخابات تحتاج إلى مال لكن هذا المال عنده سيغة القانونية عنده المتابعة عنده المراقبة والمال واضح لأن الأحزاب عندها اشتراكات الأحزاب عندها تمويل ذاتي عندها دعم من خلال المناصة الانتخابية لكن المال الذي أضر بالعمل السياسية هو مال فاسد الذي عبره عليه المجتمع ونعبره عليه بشكارة بمعنى ناس تشيرين انتخابات ناس تشيرين مقاعد هذا واحد المسألة الثانية المهمة وهو فصل الإدارة عن العملية السياسية ما معنى ذلك بمعنى أن الإدارة والمؤسسة السياسية أو الأحزاب مواقعهم هي المجالس المنتخبة هي المجلس الولاي المجلس البلدي وهي المجلس الوطني الإدارة هي مرافقة ومتعاونة ومتكاملة مع هذه المجالس أما إذا تغورت الوالي للشي هو اللواء على المجلس الولاي علش هو اللي يحكم المجلس الولاي علش رئيس دارة يحكم في المجلس بلدي علش بأي سيغة يحكم هذا يعتبر تغول مؤسسة التنفيذية على المؤسسة التشريعية التنظيمية أو المؤسسة المنتخبة لا بد من توازن المؤسسة المنتخبة عندها قانون يحكمها عندها تجاوزات تعاقب عليها عندها شيء ترجع لي والإدارة التعاون نحن نريد من القوانين يكون هناك التكامل لا يكون أنا ما تخرج نرفض تخرج القائمة انتخابية من الإدارة نرفض أن الإدارة هي تحدد القوائم انتخابية نرفض أن أحزاب يستعينونا بالإدارة إذن نحن نريد إصلاح الوضع السياسي هذه مسألة مسألة ثانية قانون الأحزاب قانون الحزاب اللي بدأ من عملية المتابعة الساحة السياسية هل معناه إنسان فرد فردين 13 عندهم حزب ولا ناس بزم ميدان لازموا من المعيارية لازم معيارية بالعمل السياسي نقدر أن الناس تبان نهار تأسي حزب أو تأسي جمعية يبانوا 50 ولا 500 ولا 200 لكن بعد سنة سنتين تسيب غير رئيس الحزب وتسيب غير رئيس الجمعية لابد من رقابة على سير الأحزاب متابعة الأحزاب مثلا مؤتمراتهم الديمقراطية داخل هذه الأحزاب تداول السلطة داخل هذه الأحزاب كما تتحرص على تداول السلطة داخل موسطة الدولة والديمقراطية داخل موسطة الدولة التوازن بين موسطة الدولة لابد أن تكون هذه العملية هل يمكن أن نرى خارطة سياسية جديدة؟ ممكن لأن الحركة من أكبر المعطيات في تغيير المشهد السياسي ننظر حاجة الآن إذا هذا الحركة ما وصلش دار أحزاب ما وصلش دير جمعيات بمعنى هذا جهد يهدر الناس قاعد تقول الحراكة المبارك وحراكة إضافة والحراكة هو حالة واعي والحراكة هو تكفل المواطن بوضعه السياسي إذا كيف تتكفل بوضعك سياسي تعفغي تتعبر في الشارع كيف تتكفل بوضعك سياسي أنك تدخل الانتخابات أنك تدخل المجالس المنتخبة أن تكون فاعل في هذه المؤسسات وأن تصل إلى أنتج لأن المحك مهما يكون الآن رانا في المطلق كلام الناس زين مليح في المطلق كلام الناس مليح عن الديمقراطية على مدة سبعة وثمانية سيادة للشعب عن كذا لكن عندما تدخل إلى تجسيد المطلق أو تخصيز المطلق تجسدوا في أطر هذه الأطر سميها أحزاب سميها منظمات سميها جمعيات سميها أي شيء لكني زي متأثر من تقدش تبقى على الإطلاق وهذا الإطلاق يخضع للتجاذب يخضع للميل يخضع للاختراق يخضع للانحراف يخضع لكثير من الأشياء جميل بات يمكن أن أقول في الأخير سيد سيد عبد الرحمن القياد في حركة مجتمع السلم بالنظر وقلنا بأنه ستكون في خريطة سياسية جديدة في هذه الفترة ومستقبلا أيضا نريد أن تكون خريطة سياسية جديدة وفاعل أيضا في نفس الوقت شوف أنا نقول طبعا هذه المعطيات أعطتنا ملامح مشهد قادم ما نقدرش نتنبأ كيف يكون مشهد لكن ملامح مشهد قادم أولا في أحزاب الموجودة القائمة ستشهد تغييرات ستشهد تطور ستشهد تكين